بعد ساعات قليلة على سقوط كابل بقبضة حركة طالبان خرج رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي بتصريح ينظر بالخطر مؤكدا أن الولايات المتحدة قد تواجه زيادة في التهديدات الإرهابية من أفغانستان تحت قيادة طالبان تصريحات ميلي أتت خلال جلسة إحاطة قدمها عبر الهاتف لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ موضحا أنه يتوقع تقييما مغايرا من قبل المسؤولين الأمريكيين بخصوص وطيرة إعادة تشكيل الجماعات الإرهابية في أفغانستان أوافق على ما ذكره رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي فمستوى التهديد الإرهابي الآن تغير كما أنني سأقول إنه سيزداد يوما بعد يوم لأن تنظيم القاعدة يتواجد حاليا في أفغانستان وهو تنظيم لا يزال يريد مهاجمة الغرب والولايات المتحدة تعد هدفا أولا للقاعدة اللافت أن خبراء قالوا إن حركة طالبان والقاعدة لا تزالان متحالفتين حتى الوقت الرهن مصدر القلق لديه هو حول احتمالية حدوث مزيد من الفشل فالولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة على جمع المعلومات الاستقباراتية لمنع التهديدات من التحول إلى حقائق وكيف من الممكن ذلك لو حدث أن يؤثر على مستوى الثقة للمؤسسات الحكومية خاصة مع طراب ذكرى الحدي عشر من سبتمبر مصادر أمريكية أكدت أيضا أن الجماعات الإرهابية كتنظيم القاعدة بات لديها فرصة النمو مجددا وبشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا على خلفية التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة ورغم التحذيرات الصادرة عن قادة في الجيش الأمريكي بخصوص إرهاب ناشئ قد يجد مرتعا له مجددا في أفغانستان إلا أن الخارجية الأمريكية أكدت أن طالبان تعلم جيدا ما الذي حصل في آخر مرة أوت فيها جماعة إرهابية شنت هجوما على الولايات المتحدة وهو ما اعتبره البعض تهديدا مبطنا لمسلحي الحركة مجد يازجي سكاينيوز عربية واشنطن شكرا لمتابعتكم اشتركوا الآن في قناتنا على يوتيوب